ومن الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله تعالوا نروح مع بعض سريعا كده في جولة بأخبار المحافظات وأهم الأخبار اللي حصلت في المحافظات خاصة تجهيز 44 موقع لاستقبال محصول القمحة في المينيا وكمان تنظيم قوافل متنقلة لتطعيم المواطنين أمام المساجد وده عقب انتهاء صلاة الترويح في محافظة البحيرة وأخبار تانية مهمة من الشرقية والده أهلية هنعرفها من خلال التقرير التالي أخبار كتيرة حصلت مبارح في المحافظات البداية من المينيا اللي تم فيها فتح 44 موقع تخزيني لاستقبال الأقماح المحلية لعام 2022 وده في إطار تنفيذ خطة المحافظة الشملة لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشوان في البحيرة تم نشر فرق تطعيم لقاح كورونا أمام المساجد أثناء صلاة الترويح والتجمعات وده لتسهيل تلقي اللقاح داخل جميع مدن وقرى المحاصة في الشرقية قامت الفرق الطبية حتى الآن بتطعيم 3.554.000 مواطن بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بالنسبة تغطية بلغ 83% بالإضافة لتطعيم أكتر من 2 مليون مواطن بالجرعة التانية بنسبة تغطية 67% في الدأهلية عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدأهلية اجتماع بمديرين مستشفيات الصحية بنطاق المحافظة للتأكد من توفر الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية لكافة المصاعد والتأكد من صلاحيتها للاستخدام حرصاً على سلامة وحياة المرضى والمترددين ووجه المحافظ بتغيير كافة المصاعد التي لا تصلح للاستخدام وتركيب مصاعد جديدة بدلاً من المعطلة والمتوقفة في كفر الشيخ تم الإعلان عن الانتهاء من تبطين 282 كيلو متر من الترع وده ضمن الخطة المستهدفة لتبطين وتأهيل 1000 كيلو خلال الأربع سنوات اللي بدأت من شهر يوليو 2020 وهتنتهي في يوليو 2024 احنا نشوفنا مع بعض يا أحمد قد إيه الجهود اللي موجودة في المحافظات الفترة اللي فاتت كنا دايما بنبقى مركزين أكتر أو يعني على سنوات ماضية كنا بنبقى مركزين أكتر في إن التطوير والتحديث يبقى موجود في المحافظات أو في المدن الرئيسية في المحافظات لكن دلوقتي بقى حياة كريمة الوضع اختلف تماماً وبعد الخدمات بتوصل لغاية الناس في الأماكن المختلفة وخصوصاً الأماكن الأطراف الحدودية والمحافظات وحفظنا العمق والأماكن النقية بالذات وبتوصل الخدمة لأهلنا في مكانها ده صحيح يعني حالة من التكامل كمان والتضافر ما بين كل الجهود كل المؤسسات كل الوزارات وكل الأجهزة المعنية علشان هدف واحد فقط هو توفير حياة كريمة حياة بطاليق بالمصريين في الجمهورية الجديدة يستحقوها بحيء يستحقوها تفتكري؟ أه طبعاً طبعاً لا يعني يا حيء والله فعلاً انزلوا وشوفوا اللي بيحصل على الأرض في حاجة الواحد يكون فخور ان هو مصري من كم العمل كم التحديات والصعاب اللي بتزلل علشان خاطر حاجة واحدة فقط اللي انت ترفع العدق من على كاهل المواطن المصري الكبير في السن تحديداً اللي موجود زي ما قالت منا فيه أطراف مترمية يمكن أنا كنت يعني لي حظ ولاي نصيب اللي أنا أروح أشوف الشغل اللي بيحصل في حياة كريمة في محافظة الشرقية وأشوفه كمان في محافظة الفيوم وأعتقد أنت روحتي المنوفية صح؟ يعني لفينا في جولة كده سريعة وشوفنا الشغل اللي بيحصل كفاية حاجة واحدة بس والله لقيت فيها أثر طيب وأثر كبير جداً عند كل الناس فكرة المركز الخدمي المتكامل اللي فيه سجل مدني وفيه كل ما يحتاجه المواطن موجود في قرية وبيغدم أكتر من يعني نجع أو قرية صغيرة حوالين منها انت بتوفر إيه قالك كفاية بس إن ده بيخليلي يعني المزلة اللي كنت بتحملها أو التعب اللي كنت بتحمله علشان خاطر أوصل لسجل المدني مثلاً في المدينة أو في المركز يقولك كنت بأخذ مواصلة بخمسة جنيه مش عارف لأروح لهناك وخمسة جنيه زيال النهاردة بقى جنب البيت عندي غير إن هو علاله سعر الأرض بتاعته يعني خلي بالك برضو دي كانت حاجة من الحديد الخدمات لما وصلت ده حقيق وشار بالأمان كمان إن انت عندك خدمات قادر يبقى عندك كمية حلوة ويبقى عندك صرف صحي ده بيقى للأمراض يعني كلها حاجات في الآخر بتصب في صالح كل الناس اشتركوا في القناة